عزيز المشاهد عزيز المشاهدة كل سنة ونطيبين الحلقة النهاردة ما ينفعش ما ينفعش معنا الموثلة والجميلة يا لهو يام دي حلوة يام يا لهو ياما دي موزة يام سقفة كبيرة اوي رندل بحير سقفة كبيرة حلوة اوي تعمة اوي جميلة اوي المزيعة الجميلة اعز واغلى واطيب قلب انا بحبه وامي برضو بتحبه سقفة كبيرة الاحلى رهام سعيد سقفة كبيرة كل سنة وانت طيبة رمضان كريم عليك انت طيب الله اكرب كل سنة وانت طيبة انت طيب هنبدأ المسابقة انا البرنامج بتاعي بيقول ما ينفعش ما ينفعش انت تمثلي معا ما ينفعش ايه تمثل معاكي ما ينفعش تعودوا مع بعضيكم اثبتولي في الحلة ان ينفع ليه ليه ما ينفعش ليه ده اللي هوه هوهوة برنامج فكرته كده ده الموثلة فاس بتولي انه ينفع ايه رام سعيد ايه جوزت ووارف قبل كده انت جوزت وارفي انت جوزت وارفي damn it صاحبتي وانت في المدرسة كان عنده قدي كان عنده كم سنة كان عنده شع ιش فاكرة واللهそうですね Duo 16 سنة كده وإيه كانت على راكة جميلة كده ومستناكم بلاس بحاجة كده؟ آه في الفصل التاني بقى ونقعد نسلم على بعضه كنات غيرين يعني بأطفال طب ليه تلقيت إشعاعات قريبة كده إن إنتي مصاحبة مؤخراً تحيي؟ لا يريت والله يريت؟ يريت عزيز الصحبي؟ لأسف ما ليش الدنيا بقت مليانة حاجات تانية خلاص قالوا مرة فنان ومرة موزيع ومرة لعب كورا يريت والله يعني إنتي أتكلم في التلفزيون أقول لهم اللي عايز صاحب يكلم ميرانة حاجة يريت؟ والله إيه أحد يكره يا حبي يعني عكيد هبقى مبسوطة قوي يعني ومنتها الصراحة ومتكتبيش ريام سعيد تعليكي لو جنبك في بوستر؟ في بوستر فيلم ولا بوستر مسلسل ولا في بوستر مسرحية في بوستر فيلم؟ طبعا في بوستر فيلم تعليكي؟ طبعا ريام تشرف أي مكان في الدنيا ترو طبعا تتكلم في ايه؟ أقول لك مفاجأة أم أنا مش 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 أصده هننوقع على الحاجة انت شوفت تكلمها زي وأنا قلتلك تتخلينا ريام سعيد مكنتش عايزكي في الحلقة؟ نا بص استحالة ده يعني دي آخر حاجة ممكن أصدقها إيه؟ ممكن أصدقها يعني آخر حاجة ممكن أصدقها ممكن تقولي له والله العظيم ثلاثة ماشي أنا ما بقعش اللي بتقولك انت كده في فاصل ولا في برنامج ولا بتمع حلقة والله والله العظيم ثلاثة انت كنت عايز تطلع معها في البرنامج ولا لا؟ لا مش هحلف الجمعة كلمو في الير بيس طبعا أنا بك ما أنا مانعته عشان كده عشان نعرف باك عشان نعرف الحوار يلا سخن شووي عشان نعرف الحلقة يعني انت كنت موفق إنها تطلع؟ لا في عايزة بس أعلمك حاجة عشان لو انت مش تعلمها يعني علم هالك في برق بين حوار سخن وفي فرق بين أنا ايجي قاعد زي ما يكون قاعدين على القهوة كده وقع بين اتنين يا تبري ان احنا قاعدين على القهوة لا مش حوار سخن خلاص خلاص يعني قولي السؤال الصحة سقولي لك إزاي عشان اسألك اسألين أنا عايزة قولنا وانت برنامجك عن ايه عشان عشان أقولك تسأل ايه؟ عشان الصراحة انت عايزة اسألك بس سؤال بحيين برنامج سعيد قولي لا تسأله ازاي؟ انت عايزة تطلع معها في البرنامج دلوقتي؟ كل cigarette كنت عايزة نطلع مع في البرنامج؟ لأ ما كنت عايزة اطلع فى البرنامج خالص لا ماكونش عايزة اطلع فى البرنامج أسلا ماكونش عايزة بقى ضيفة أساسا يعني عشان هي يعني عشان هي لأ أنا قلت ان ماgrundت مافيش حديث هي عشان عشان ما تخيلت فيش حديث سيربط من احنا الثلاثة أنا عشان كده بقول ما ينفعش و البرنامج تيدي اسمه ما ينفعش والصراحة في وسط الصراحة ايه بقى ان انت كنت عايزة رنيع معك في البرنامج وأنت عامل حلقة عن كده انا عايزة رند الآن و رد علي بس و��� greatly وينا كنت عايزها ولا مكنش عايزتي وعلى القهوة وبتاعة على مصطبق اعتبر ان انا اللي قعد على مصطبق وانتوا عاديين في فندق انا ولا كنت عايزيها ولا مكنتش عايزها ولا كنت ش عايزتي انا مش صاحبة البرنامج يعني انا كنت بكرمه عن نفسي انا. عايزاجي او انا مش عايزاجي. رندل بحيري. تعاليكي لو جنبك في بوستر. في فيلم. انا الحقيقة مش مش عاجبني السؤال ده لان. ده مش عاجب. لان ما فيش حد بيعلي حد. يعني هو كل واحد بجهده يعني. ايه ده. انا لو جنب سعاد الامام ده نعمل فرح. اه. السؤال صريح حضرتك. تعاليك وما تعاليكي. الناس بتتمثل مع استاذ عاد الامام وبتطلع زي ما هي على فكرة. انا بالنسبة. استاذ عاد الامام اللي بيعلى دايما. تعاليكي ولا ما تعاليكيش حضرتك. قلتلك ما فيش حد بيعلي حد. يعني رندل بحيري. يعني رندل بحيري. يعني رندل بحيري لا ما تعاليكيش. كنت مع الحكم الاسلامي ولا لأ. اكيد انا مسلمة. يعني. يعني انا مسلمة ليه ما بقاش مع الحكم الاسلامي. يعني انت شايفة ان الحكم بقى اسلامي في مصر. نقنت في الترفيزيونيات والبنات نتربش في الساتين. ولا بناطيل جنس. انت مع الموضوع مع الحكم ده. يعني انا بقى سعيدة بقى اي حاجة بيقولها الديني طبع نعملها الشرع يعني. رندا شايفة كده ان ارهام بتقولك يا ريت مبقاش في تلفزيونات يا ريت البنات تلبس تحجيبها حكم اسلامي يعني خلاص. انت شايفة كده? احنا لو زي السعودية مسلا كنا هنبقى مرتحين. ما كناش هنبقى يعني. والله بجاب. يا لأ يعني بص يا اقولي بحاجة. انا باتحك علشان انا كنت بقولك كده في الحلقة تحت السنة القبل اللي فاتت. دي كانت ردودي. وكنت النهاردة لما عرفت انا قبل كنت عايزة اقولك انا عزباري. على ايه? علشان ريهاية مصدفتني من سنتين كنا بنعمل كانت بتعمل برنامج وكانت بتكلمني كان ساعتها لسه بعد التنحي يمكن بعشر خمساشر يوم. طب بقولك ايه? افهم. اشوف احنا اولا دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها وفي الفترة اللي بتمر بيها مصر. مش عايزين نذكر اشخاص ورموز وناس بنحبهم لان احنا دلوقتي جنب البلد. ايان كان بقى الفترة اللي جاية مين اللي هيكمل ومين اللي هيمسك البلد ومين اللي. انت منتخذة في كلامك بصراحة. يا حبيبي لا. انا لما عملت الحلقة دي على فكرة ولا كان الاخوان ساعتها دخلوا مجلس الشعب لان ولا كانوا طبعا فكر فكرنا ان هما ممكن يوصلوا للرياس. يعني انت دلوقتي مع الاخوان انا مش مع الاخوان. يعني انا كنت قولي يعني ايه غيرت رأيي. غيرت رأيي. انا كنت بقول ايه وبقيت بقول ايه. يا ريت كنت بتلحس كلامك مش بتغيري. ازاي ما تقول بقلت ايه وبعدين اشلته. كنت مع الحكم الاسلامي دلوقتي بتهجميهم دلوقتي. يا اما كانوا الاخوان كانوا معادينك اه لما لما وصلوا يعني بمنصب يعني ولا حاجة? ايه السكر اللي انت في ده هو احنا كنا ساعتها اصلا. شهر اربعة ولا خمسة ولا تمانية فعلا. ولا حتى لو كنا رمضان عزين وحداشر. ما فيش حاجة اسمها اجهزين قبلها. يا حبيبي خالص. لو انا لو كنت انت زي ما انت قلت كلام ده. يعني الكلام ده. لو انت لو فعلا كان في حد اعرف حد ساعتها من الاخوان او لو كنت تعرف حد ساعتها جوه الجماعة لان ما كانش لسه حتى او احنا بنصور حلقة دي كانش لسه في حد. طرفي حمدين صباحي منين? سواني ما انا كنت جاي لك بقى في الكلام لو كنت فعلا موعديني بحاجة كنت ايه اللي خلاني اشتغلت في حملة الاساس حمدين? ليه ايه اللي خلقت اشتغالي وانت موسيلا ماكيش دعوة الكلام ده خالص يعني? يعني كنت بتاخدي فلوس طالما في الحملة يعني? اولا حملة الاساس حمدين صباحي ما كانش فيها جنيه مكنش فيها جنيه هم ويتصرف على الحملة نفسه يعني احنا كنا بن اي عاد ايه ما فاش فلوس او ما البنارات اللي لا ما كانش فيها فلوس او ما اللي كان عندنا بنارات على اكتوبر ولكن عندنا حاجة خوض فيها. بس حمدين كان فيها مخرج كان فيها صديق ومكانش موجود بصفة مخرج وكان موجود بصفة الاستاذ حمدين كنت انت يعمل لك اشو خليدي يوسف يديك دور يعني فيلم ولا حاجة? مش عارفة اقول لك ايه بصراح انا باتكلمك اقوليلي اولا موسيقى 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 زعلتي ان هو ما اكملشي؟ لا ما زعلتش ما زعلتيش؟ لا يا انت مع مورتس دلوقتي؟ لا انا بلاش بس نتكلم عن الموضوع او هنتكلم عنه بس انا ما زعلتش علشان خاطر انا من كتر ما انا بحب الراجل ده جدا فعلا كنت خايف عليه كنت خايف عليه كنت خايف عليه ان هو يبقى رئيس البنز بتحبي ان انت متعرفهوش تكلمك متناقض ليه؟ بحب وانا شايف عارفة تاريخه وعارفة هو عامل ايه المصر انت مش انت مش اري عنه وانا كنت اريه وارية من قبل الثورة عنه هو تاريخ يعني عشان هذيك طبعا تاريخ لا مش عارفك فو احنا عادين كده انت ممكن تخش طب انت ممكن تغير رائق بقى مينة تاريخ؟ بتقول لس حمدين صباحي ليه تاريخ في ايه؟ استاذ حمدين صباحي تاريخ في ايه؟ مش انت تسألي ريهم انت مفوضة عارفة الحاجات اصحفي طب ايه التاريخ يعني؟ لا يعني ايه الفرق بينه وبين تاريخ استاذ محمود سعد ايه الفرق بينه وبين تاريخ اه انا مش هقرر ما بينه وبينه عد الحمودة بالعكس الناس دي اعلى بكتير ايه هو اه اعتقل كم مرة اعتقلوا تاريخ لا اعتقلو كم مرة عشان خاطر ايه؟ لا انا بسألك لو هنعمل بالاعتقلات يبقى احمد فؤاد نجمي يبقى بادي ايه؟ مرتضى منصور على فكرة في ناس اعتقلوا بسبب تحييزهم لجماعة وفي ناس اعتقلوا بسبب ان هما كانوا خطر على البلد وفي ناس اعتقلوا بسبب ان هما كانوا بحبوا مصر بجدد ايه واحد يشتغل صحفي يفهم ايه في رياسة بلد؟ اكيد اكيد يعني اكيد مش هيعرف ايه تبا كنتيش شايفة ان هو كان عنده برنامج برنامج ايه؟ كل واحد كان عنده برنامج يعني برنامج زي اللي في التلفزيون اللي انا في دلاتي؟ برنامج تلفزيون ادار ايه قبل كده عشان اديله بلد 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 يعني بلد بلد يعني سياسة وحكمة واقتصاد وكل حاجة ايه خبرته عشان يعمل ده؟ رمضة البحيري مصر كلها بتقول ان انت روحتي الحمدين صباحي عشان تاخدي دور مع خالد يوسيا اه صح ده حقيق؟ اه جدا اه كان ايه الدور؟ قد يشاهة ان شاء الله بالفيلم اللي جاي في الفلم اللي جاي ام انت اه انت verbه حامل وعملت برنامج كنت حامل؟ عملت برنامج اه انا حامل مكنتش خايفة؟ لا مكنتش خايفة اي حاجة بتجيب فيلوس تعمليها؟ على فكرة انا طول عمري وحيات ربنا كمان مره طول عمري قعدة في البيت والشغل هو الحمد لله يجاي ليه لحد بيتنا أنا ولا عمري سألت أحد عشان خطر أشتغل ولا عمري رحت تعرفت على على حد حتى ولا مخرجة ولا مخرج ولا شركة ولا كذا علشان خطر أشتغل يا أتول عمري بشتغل الحاجات اللي بتجيلي وتعجبني عجبتني بشتغل معجبتنيش ممشتغليش عمري في حياتي ما سألت حد عن حاجة الحمد لله ده فيس كبار في الوسط بيكلموا مخرجين يقولوا ما عايزين أشتغل معي في الوسط. انا معيش نمر حد خالص. انا تليفوني عليه نمر اهلي وعليه نمر المسلسل اللي انا شغاله فيه دلوقتي. او الفيلم اللي انا شغاله في دلوقتي. لكن تليفوني معلوهش نمر ناس في الشغل اكتر من الشغلان اللي انا بشتغلها النهاردة. بس الحاجة اللي بتجي لي عجبتني واشتغلتها. يا ما عجبتنيش وماشتغلتاش. عمري فاتي مطلبتها. بيفكروا فيكي لوحدهم كده من غير ما تبقي سحبة مخرج او بتعرفي منتج او بتعرفي مش عارف ايه. او الحمد لله بيفكروا فيي لوحدهم. يمكن ده تميز بقى. يعني يمكن في ناس تانية بتعمل كده يمكن الله اعلم. لكن انا الحمد لله عمري في حياتي حتى معرفت حد عشان خطر المصلحة. عمري في حياتي معرفت حد عشان خطر المصلحة. انا بسألك كضحيت. انا بسألك كضحيتي. او لا لما طلقيني كمسلحة عرفني تضحي. بقى اي حاجة? اي حاجة زي ايه? اه 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 بابلت المخرج شربت معاه ناس كافية اه اه رحت معا مسلا رحلة. حاجة كده بس. والله او حاجة بسيطة يعني. انت ضحيت? او طبعا. عملت ايه? كنت اروح لعمد سمكي بالليل مسلا. مايك. انت بتحكي عليه? كم ب يع sufكي? اه كنت تزوج لعمد سمكي. انا راجل johnring معج 미ة ايه يا حورة? انت بولك ضحيت انت بتقول跟我 ه. يعنيけど اعمد سمكي شغل في فيلم تاني مسلا. قلت لينا اروح بقى واقف معتو للنهار. مش عارف ايه اطلع ديف شرف ببلاش اجيب فرقتي بضحي. عشان يشغلني الفيلم اللي بعده. فما ليني تاعمت معا في الفيلم الاولان ده. طب شفت اهو يعني انت مع ان فيها تضحيات غير قلة الادب. غير الحاجات الوحشة. ده انا راجل. اه. يعني في تضحيات عشان كيها سألتك انت ضحي. انت بقى وما يسألكش هتاكل ايه ولا مش هتاكل ايه. في الاخر يجيبو لك اكل على 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 دماغهم زي ما هم عايزين. انا مش عايز تضحياتي يا حوارد. ده تضحيات. لأ ما هو اصلا. اصلا انت مش هتيجي تسأل لأ تضحياتي باي حد. انا مش تضحيته ولا ما ضحيتش بمسلا ببنية تانية. مش هتسألنا انا. اولا لان انت عارف سمعيتي كويس. واولا انت عارف ان انا بنت ناسي. الحمد لله جدا. خاتمة هونتا بتقولي مش قصدي تضحية دي. لا 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 judge يعنى ماشاولك حاجة. تعجيبي له هدية مسلا الخليطة اه تضحية. هو ده 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 تضحية? اه تضحية. اجيب له هدية. اتتودد وتقربي. ده مش تضحية حобيبي انا انا اجيب لحد هدية او اتودد له او اتقرب له عشان خاطر انا مسلا. التضحية بالنسبالي. Бحب الناس دي. ده مش تضحية. التضحية طب بالنسبالي. اللي انا قلتها لك بقى. انا اروح اللوكيشن الاقي نفسي كذا كذا كذا. اولا ايه. مو عاملة وحشة للجوه الجديدة. انت الكلام ده خلاص كده اشتغلت فيه. انا اصلي قبل ما اشتغلي. كده انت اشتغلت خلاص. لا قبل ما اشتغلي. ايه يمكن ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله. اه. الديهاني كده من عنده نعمة ان انا ما تعبش عشان خاطر اخش الشغلانة لان انا سبحان الله ما كنتش عايزها اصلا. مشتغلتها ليه. ما كنتش جات كده بالصدفة وحبتها بعد ما اشتغلت. تحسن الكلامة وصوت. بس انت ما تبهدلتيش برضو يا انت انا انت من الناس اللي طلعت على طول يعني ما ما مشيتش مسلا واحدة واحدة او او اتبهدلت او خدت ادوار صغيرة. لا اخدت ادوار صغيرة بس انا ما تبهدلتش. ما تبهدلت اه ما تبهدلتش. لان فيه مسلسات كتير قوي وحشة لكن انت تلعتي على طول. يعني خدت ادوار على طول كبير. قصدي كنها ضحيت? ايه ده لأ طبعا مش قصدي كده. قصدي ان هي من الناس اللي طلعت على طول مش مش اللي هي قعدت مسلا عشر خمستاشر سنة تاخد ادوار صغيرة وتلعت بعد كده. مش انتصار مش وفاق عامر مش غدا عبدالرازق مش مش الناس دي. تفهم قصدي? من الناس اللي طلعت على طول. هي عارفة طريقها فعشان كده ربنا اكرامها. بس? ده راجع وانتي قاعدة كده بتحسي دة مكانة اللي هي بتقول علي دلوقتي ولا ما كان نناس كل كل ما قبلو cuatro دة مش دة مكانك انت لازم انت بقي في فوق لازم انت بقي زي زي ياسمين عبدالعزيز بصة واقول لك حاجة. اول انا مش عايزة بإقة زي ياسمين عبدالعزيز. 세상. لا يعني ان واحدة تشيل دي الكوميديان الوحيدة بتقدر تشيل فيلم الوحدة. ستة الوحيدة اللي بتجيب إرادات. حلو حلو毎ي. بس انا مش عايزة بإقة زي تومايك. الكلام داي يتقإلى غيرة مسلا. لكن ما حالش جي عند نجمة زي يقول انا احسن منها. ده فيه ورقة اقام وفيه حاجات كثير. انا ممكن اقول على فكرة انا يا جماعة ممكن اعمل افلام احسن من مونازكي. ما اي حد يقول اي حايدة. طيب تمام. لكن في حاجة اسمها رندل بحيري ويا اسمين عبدالعزيز. ما ينفعش ما ينفعش تبقي قاعدة مسلا مع ريهم سعيد وتقول لها لما ان شاء الله مش عارفة ايه ولا تبقي زيه مش عارفة مين ولا مش عارفة كده. يعني لو حد تجي اليا وانا مين تبقي اوبرا وينفري اوها مين في اوبرا وينفري صنافسي. انا系 اوبرا وينفري يا واحدة أنا كبيرة يسمين العبدالعزيز هي السكتة الوحيدة ثم ت fundraiser które بتجيب اراضات الوحدة. اهلا وسهلا. انا لا hooks المشاء. انا انا لا مع دعوة. انا متحدث بقتوا. انا لم م call into it. انا متقول له مش عارضة به اما عreuض. انا متحدث لكن بهض HOY انا بتريد ل потè لا تحتم فهم به. انا مت Earth I don't care about it. انا انا بتقول له انا مش عارضة به之前 انا متحكم بال achieving ب overstg templates of their own. انا كان ليه الحمد لله فيلم بتولتي موجود داتي في السينما والحد النهاردة في المشاكل اللي في مصر فيها دي يمكن لو توضعتي شوية عن كده فعلا تكبري عن كده لا لا أنا مش متوضع أنا عارفة أنا مش متوضع تقاعدة تقولي أنا أحسن وأنا أكبر وأنا عارفة وأنا ممكن أحقق وأنا وأنا قلتي أنا مثلا خمسين مرة يمكن لو قلتي طموحة زيادة يمكن واثقة في نفسي يمكن حياتي كتير واثقة في النفس ما لاش دعب الغرور خالص تكلم عن مبادئ والأخلاق والصورة ابتدت أصدقك بحس إن إنتي حد جد جدا ابتدت تصدقيه على إيه يعني هو أو قال إيه ولا حاجة ابتدت أصدقه خالص أي ما أنا عايزة أعرف يعني أنا قد نلقح على بعض كلام في برنامج لا بدنا تصدقه في إيه يعني عشان مش كان قدامك كان مش هلقح ولا حاجة مش قدامك قال لي إن إنتي كنتيش عايزة أنا نطلع معك في الحلقة لا أنا كنت شايفة أنا ما قليش مكان دايب تمام طيب وطلعتي ليه فريق عشان القانال أنا مش تتغل فيها مطلوبش مني حاجة ما قدرش أرفض يعني ضغطوا عليا جامد أه بس دي قانالة أنت بتتغل فيها عفوض بمزاجك لو مش هستطلع بشي لا أهو بمزاجي بس أنا بخدمهم وقت محب أن أنا جايب بلاش مش واخد أجر رندل بحيري تكلم عن الأخلاق والمبادئ ولازمان والصورة حسيت كده إن إنتي حد بكلامك الله صلى الله عليه زعيمة عملت فيلم بسكات كل رأس ما فيهوش أبطال أنت والرقاصة رادية عن الفيلم ده آآ رادية جدا عن الفيلم ليه؟ رادية جدا عن الفيلم لأن أنا ورقه عجبني جدا آآ بيناقش موضوع مهم جدا ورق إيه ده ما جابش اتنين جنيه في السيمة لا يا حبيبي جاب كتير أوي أنت بس تلاقيك ما بتشوفش زي يا حضراتك؟ أهو اللي تلاقيك ما تجاب أكتر من ياسمين عبدالعديز بكتير بس إحنا نصب ماش بلاش شوفش يا حضراتك أنا ده نوع محمد صوب كده هو اللي مسك الشباك حضراتك هو مسك كل اللي مس عارف كل حاجة إرادات أفلام بتاعته وبتاعت غيره بوسي كات ما هي بتجي رسالة بوسي بوسي كات من أكتر الأفلام اللي عملت إرادات السنادي فينا حضراتك ده؟ أنا بقولك أنا بقولك بالورقة والألم من أكتر الأفلام اللي عملت إرادات السنادي طب أنا معاك مبدئك إن أي قرأ أي حاجة الشباكة ما بيجيب فلوس دي بقى ده مبدئك أوه مبدئي أوه الشباك لما بيجيب فلوس دي بقى ناس عجبها الفيلم بقى فيلم نجاح رأس هو هو بزاقه أهه رأ وأنت اللي هتتكلم عن الرأس إيمان والرأس أنت لتتكلم عن رأس يعني هي تكلم عن رأس يا ننا أنت لأ أنت لنهاتك طب أنا بالنسبة للقاعدة لكلها رأس دي أنا روح فين يعني لأن الحديث عن الرأس ما ما ينفعش. انا مش فهم حضرتك بصراحة. يعني هم عاملين افيلم رأس مع بعض. انا ما اتكلم في ايه? تومي تروسي معين. ان شاء الله. ما انا بتقولك انا رأسي انا حضرتك ما انا بتكلم. يعني انا بقلمك بتقولك. اصت انت بس عقبك. لا انت رأستي وهي بتقولك انت اول انا مغمورة احلف بربنا كانت متعرفات والله مش فاشي على قناة التت بس يعني بتشوفها هو على قناة التت سبحان الله وعرف ان الرقاسة اجنبية بس سبحان الله عايز اقولك يعني من يعني عايز اقولك احنا لو كلمنا حد دلوقتي وقلبو سكات يا جماعة عمل اراضي حبيبي ده بالورق او القلم ما تمثلش انا مش عايزك ما تكلمش حد عشان انا عايز اتفرج عليك عطول وانت بتمثل انا اسف انا اسف انا اسف فما تكسفش روحك ايه رأيك في افلام اللي فيها الرأس والعارية ده لا مش هتكلم خاص في الحاجات دي لان انا ما ينفعش الكلام في الحاجات دي سؤال حقول رأيك لا انتو حرين ترقصو وتعملو انا مليش دعوة ده سؤال حضرتك انا بقولك انا مليش دعوة انا ما باشتغلش في الحاجات دي ولا ليها دعوة بيها انت اعلامية والناس بتحبك وليك جمهوف طب ايه داخل الاعلام في الرأس لا رأيك يا يا فن ده فن لازم انا رأيك لا انا مش شايفة انه فن انا شايفة ان ايه حد بيعمل الحاجات دي لو مش عاجبك قولي مش عاجبك لا مش عاجبني عيب جدا مليش ايه علاقة بالفن ده على فكرة انا بقول لها رأسه بتاعها على فكرة هي دي اللي ماشي اليوم من دول ماشي في ايه لازم لازم الفيلم بفي رأسه وفي ششك وبششك يعني دلوقتي عشان انا مسلا روح اجيب رأسه امثل معاها عشان انجح مش لازم تجيب رأسه انت اللي ترقصي عشان الفيلم ينجح صح كلنا بقى نرقص مصر كلها ترقص لأ مهي ربدا عشان تنجح عشان تنجح لازم مصر كلها ترقص لازم احنا في زمن دم والتك والرأس لما كانش فيه كده الفيلم مش هينجح لأ فعلا نصيحة فزيعة انا بكلمك بجد لا انا اكيد اكيد يعني غير ان انا غلطان ان انا جيت وغير ان انا يعني قاعدة قاعدة مش لطيفة خالص يعني غير ان انا بنصحك انك لازم تغير اسلوبك ده عشان الناس تحترمك اعمل لي بقى حضرتك اقول لي لي نصيح حضرتك تبطل الدم والتك يمكن تبقى حاجة تبطل الدم والتك عشان اذا كان الناس حبته اصلا في الاغاني وفي الرأس وفي العالم يبطل الناس بتحبه يعني الناس المبرشمين بقى اللي بيعمله وبيسوه لكن لا انت كده بتغلطي في جمهوره بغلط في ايه؟ فيه الناس كتير بتحبه لا انا مش شايف ان في اي حد محترم يحترم الرأس او يحبه او يحترمك انا مستغربك ليه؟ مجد مستغربك توقوم مجد مستغربك توقف 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 توقف